اشتركوا في القناة إلا أنه مفيد جدا لصحتنا فهو محمل بالخصائص الطبية التي تحمل جسم من المرض ولكن قد تتجاهل قشرة البصل هناك استخدامات مفيدة لقشرة البصل تجعلك لن تتخلى عنه مرة أخرى هل تعلم بأن قشرة البصل يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسادة أعلى من تلك الموجودة في البصل نفسه وهذا ما يجعله مضاد حيوي مضاد للميكروبيت مطهر طبيعي لأن له محتويات غذائية مفيدة حتى لا تقوم بعد اليوم بتقشير جلد البصل ورميه في سلة المهملات بدون أن تدرك أهمية هذه الكشور يشير الخبراء أن قشرة البصل يحتوي على الكريستين والذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم ومنع انسداد الشرايين كما أن قشرة البصل معبئ بالألياف ومركبات الفينولية التي تساعد في الوقاية من مرض الشريان التاجي لذلك في المرة القادمة لا تتخلى عن قشرة البصل والتوقف عن هذه العادة للحصول على المزيد من الفوائد الصحية أهم الفوائد الصحية لكشور البصل يساعد في خفض مستوى الكوريسترول الضار في الجسم يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم متوازنة القضاء على الاكتئاب تدعيم نمو والعضلات يساعد في الحد من الالتهابات القيمة الغذائية في قشرة البصل قشرة البصل مصدر جيد للمواد المضوضة للأكسدة غني بالكريستين الفلافون الألياف وبذلك فإن الوجبات التي تستخدم الألياف تساعد في الحد من أمراض القلب ومشاكل الجهاز الهضمي وبعض أنواع السرطان وداء السكري الثاني وفقا لما ذكرته مجلة العلم فالمركبات الفينولية في البصل تقوم بمنع مرض الشريان التاجي وخصوص مضد للسرطان وبالرغم من أن قشرة البصل غير صالح للأكل إلا أنه يقدم لك هذه الفواد المذهلة وهناك عدة طرق لاستخدام قشرة البصل والاستفادة منه وفيما يلي مجموعة من أفضل الطرق التي تمكنك من تحقيق الاستفادة القصوى من قشرة البصل استخدامات عجيبة لقشور البصل الطريقة الأسهل لاستخدام قشرة البصل والحصول على فوائده هي أدوافة عدد قليل من قشرة البصل إلى الحساء والصلصة والسماح بتركها في الحساء حتى ينضج بشكل صحيح وفي وقت لاحق يمكنك أخذ القشرة ونقعه في الماء وتناوله هناك طريقة أسهل لاستخدام قشرة البصل هي شاي قشرة البصل ومن خلال ترك قشرة البصل منقوع في الماء الدافئ لبعض الوقت قشرة البصل علاج عظيم أيضا للكضاء على تشنجات الساقين وذلك من خلال استخدام قشرة البصل في الماء لمدة 15 دقيقة إلى 20 دقيقة والآن تصفية الماء وباستخدام قطعة قماش نظيفة أو مصفاء وشرب هذا الخليط قبل الذهاب للنوم عند تكرار هذه الخطوات لمدة أسبوع سوف تلاحظ القضاء على تشنجات الساق في وقت سريع يمكنك استخدام قشرة البصل في صبغة الملابس الصوفية قشرة البصل يساعد في حماية أصابعك من الجروح بسبب السكين يمكنك استخدام قشرة البصل يمكنك استخدامه للحفاظ على يدك آمنة كل ما عليك هو تقطيع الجزء السميك من قشرة البصل واستخدامه قمقبض عند بدء تقطيع البصل هذا المؤشر طبيعي للحفاظ على استقرار البصل حتى تحصل على الفواد المطلوبة خصوصا عندما تكون السكين الخاصة بك تعاني من الصدق أو الرداء يمكن أن يتحول قشرة البصل إلى منقذ لك عند استخدامه أثناء تقطيع البصل يمكنك أيضا استخدام قشرة البصل في صبغة الشعر وأفضل جزء هو أن قشرة البصل رخيصة عن غيره من المنتجات التجارية الخاصة بالعناية بالبشرة فهو يعمل بشكل أفضل على الشعر الأشقر عند استخدام قشرة البصل قصبغة للشعر تحتاج إلى غلي 30 إلى 50 جرام من قشرة البصل في قوب من الماء لمدة حوالي نصف ساعة والآن أصبح اتساق الماء سميك تصفية المياه ومن ثم استخدام الخليط في تطبيقه على الشعر ثم شطف الشعر بالشامبو لكي يضيف لك لمعين ذهبي وجميل لشعرك يعزز قشرة البصل من نمو الشعر والسبب ورؤى ذلك أن قشرة البصل غني بالكبريت وهذا المعدن يشجع على تكوين الكولاجين وبالتالي الحفاظ على صحة شعرك يمكنك غلي قشرة البصل في الماء واستخدامه بمثابة غسول في شطف الشعر لتعزيز نمو الشعر والحفاظ عليه ناعم وصحي إذا كنت تعاني من أي مرض جلدي يمكنك فرق قشرة البصل المجفف مع نسبة من القمح لزيادة المواد المضادة للأكسدة في قشرة البصل ينصح باستخدام شاي قشور البصل في الحماية من الحماة نزلات البرد السعال التهاب الحلق الحساسية وما إلى ذلك لأن مزيد شاي البصل يساعد في علاج هذه المشاكل بسهولة باستخدام قطعة بسيطة من قشرة البصل على الجبين تحمي من الأثار الجانبية للحمى كما أن استنشاء قطعة صغيرة من قشور البصل يكف نزيف الأنف وحتى ابطوء النزيف يمكن أن يحسن قشرة البصل من تحسين الجهاز الهضمي وإذا كان لديك مشاكل في الهضم فإن البصل علاج مثالي لأنه يزيد من إفراز العصارة الهضمية يمكنك حماية نفسك من هشاشة العظام وتصلب الشرايين عن الانتظام على الاستهلاك اليومي له يزيد البصل من الأنسولين في الجسم وبالتالي فهو علاج طبيعي للسكري عن طريق التحكم في نسبة السكر في الدم من الحيال المعروفة استخدام شاي البصل مع الكركم لتفتيح البشرة الداكنة والتخلص من البقع يمكنك استخدام شاي البصل للتخلص من ألم الأسنان يتمتع البصل بقصوص تجديد الأنسجة في الجسم عند استخدام عصير البصل على الشعر أو فروة الرأس للتخلص من القمر وتسوق الشعر فهي واحدة من أبرز الفوائد المعروفة عن البصل للشعر يحتوي البصل على الماء والبرويتين والدهون والنشويات والألياف والمعادن والكاليسيوم وفيتامين جيم والحديد وفيتامين باء المركب يمكنك استخدام شاي البصل لعلاج التئام الجروح ولدغات الحشرات بشكل فعال جدا عند استهلاك شاي البصل تتمكن من قتل الددان الموجودة في الأمعاء وفي هذه الحالة يحمي من تشنجات المعدة والقيع والغثيان وبذلك يقوم بطرد الطفيليات يعمل شاي البصل كمضاد قوي للالتهابات وبذلك يقلل من الالتهابات التي تظهر في أماكن مختلفة من الجسم يمكنك استخدام قشر البصل مع النباتات التي تقوم بزراعتها في المنزل باعتبارها سماد للتربة يعزز من نبو النباتات يمكن استخدام قشور البصل في صبغ البيض والحصول على بيض ملون رائع وجميل بقشور البصل إذا كنت تعاني من أي مرض جلدي يمكنك فرق البشرة بقشور البصل هذا يمكن أن يساعدك على التخلص من أي تهيج خصوصا عندما يتم الفرق بالوطف على المنطقة المصوبة ثم غسل البشرة بصبون خفيف يجب التأكد من استخدام قشور البصل العضوي لأن الأنواع الأخرى تحتوي على المبيدات التي تضر صحتك وأيضا إذا كنت حامل أو مرضعة لا تحاولي استخدام هذه الطرق لأنها يمكن أن ينتج عنها تهيج للجل أتمنى لكم الصحة والعافية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم إشعارات القناة وجزاكم الله كل خير شكرا 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 شكرا